في المرسلين وعلى أسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يمدين الأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأخت الأستاذة المسيرة الجسال الدكتور الفاضل سينصطفع الإخوة والأخوات الحضور الكريم الإخوة والأخوات المتابعين ودوا في البداية أن أهني أكون بهذا الشهر الفاضل وهذا العشر الأواسط ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا العشر الأواخير وأن يعيننا على الصيام والقيام بفضله ومنه وجده وكرمه أشكر الأخ الأمين العام الاتحاد الذي كان يطلمني أنني نكون مشارك معكم في هذه الندول وهي مرتبطة بالنظر في تطور القدرة الشرائية والأسعار والوضع الاقتصادي بالأساس ونا دائما من الذين يرون أن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي هم مرتبطين لا يمكن الحديث عن الأول دون الحديث عن الثاني والعكس صحيح وبالتالي عندما نتحدث عن القدرة الشرائية تبقى معطى لهوا اقتصادي بقدر ما هي أيضا معطى لهوا اجتماعي عندما نتحدث عن الأسعار فهو معطى اقتصادي ولكن عندما نتحدث عن الآطار والتضخم على المواطنين وغير المواطنين فنحن نتحدث عن الجانب الاجتماعي فأنا عندي واحد العرض اللي هو جد مبسط مغالش ندخل التفاصيل دياله ها هي عندكم النقاط واللي فيها اساسا شنو هاد الاتفا على الأسعار شنو هاد التضخم شنو هما الأسباب دياله وشنو هما الآطر على المواطنين وعلى المجتمع على مختلف الفئة المجتمعية وشنو هما الحلول اللي يمكن نقطعهم ما يمكنش في الظرف الواجس اللي هو مخصص لي أنني نتكلم على هاد الأمور كلها لكن فقط اللي بغير نتكيل كإشارة تقديمية هو نبيين بأنه مفهوم التضخم في حديداته والغلاء والأسعار هاد الأرقام التي يمكن أن يعلنها هذا وذاك تبقى أرقام اللي هي نسبية لأن التضخم في حدداته هو مرتبط واحدة المسألة تسميها الرقم الاستدلالي للأتمان عند الاستهلاك وهذا الرقم الاستدلالي مين جاء جاء من واحد البحث قامت به المندوبية في 2013-2014 واللي هو البحث الوطني للأسعار والمستوى ديال الدخل ديال الأسعار والليش اللي عند الأسعار فإذا البداية هو أن ذاك شيء يعود 2013-2014 وأنتم تتعرفون أنه اليوم 2023 الاستهلاك تغيرت المفهوم ديال الاستهلاك عند المواطن والسلة اللي اليوم تنربطه بها التضخم بالإضافة إلى أنه هذا السلة المنتجة ديال هذا الرقم فيها تقريبا 18 مدينة بمعنى أنه مدن الحضارية ما تتغطيش الجانب الكبير ديال القورة ما دخلاش القورة في هذا النسبة ديال التضخم عندما نعطي أرقام تعطيه غير المدن الكبير احتى المدن اللي هي صغرى واللي فيها الفئة الهشة عموما حتى هذيك ما دخلاش في هذا النسبة ديال التضخم اللي تنقوله والمعطى الآخر اللي يمكن نهضروا عليه هو أنه هذا التضخم تقريبا سلة المواطن السلة ديال الميناجر اللي تتسمها فيها تقريبا 40% 39-38 منها مواد غدائية وبالتالي غتفهموا على أنه اللي المدخول دياله تقريبا ولا السلة تديه المسائل الغدائية مش بحل واحد اللي تدير 10 أو 20% المسائل الغدائية وتدير الطرفيه وتدير 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 لما أن التأثير فهو النسبي وهذا ما سنحاول اقتصاديا أنه نعطي بعض الإشارات هذا النسب تتعرف أن المغرب استطع بالسياسة النقدية دياله والمؤشرات الماكرو اقتصادية أننا نحافظه خلال العشرين سنة الأخيرة تقريبا على نسب ديال التضخم لما تفوقش جوج في المياه وجعلنا هذا التضخم يفوقش جوج في المياه كما هو موضح 1.607 إلى آخرين جعلناه هو للايتموتيف ديال السياسة الاقتصادية ديال المغرب هو المحرك هو الدافع لذلك شكله الماكرو اقتصادي فكان ولي بنك المغرب تحرص هذه الصلاحيات دياله على أنه يحرص على التضخم ما يرتفعش فهذه الصلاحيات ديال البنك المغرب عندما يقرر في الرفع وعدم الرفع من نسبة المديرية ديال الفوائد ولكن أيضا المندوبية السامية التي تخطيت في إطار الصلاحيات نقوله للموضوعية لأن من صلاحياتها أنها تجمع المعطيات وأنها تخرج معطيات وأنها تحلل المعطيات بمعنى أن ممكن المندوبية السامية التي تخطيتها هي في إطار الصلاحيات التي تحلل المعطيات وتقول هاتشي ما خصوش يكون وهاتشي خصوش يكون إلى آخره هل ذلك خصوش يكون بعزلتان مع الحكومة هنا فين كين الإشكال المندوبية السامية التي تخطيطها هي إدارة تابعة لرئاسة الحكومة وبنك المغرب عنده استقلالية مالية وتنظيمية لكن يجب أن يشتغل في إطار الاختصاصات دياله بتوافق مع التوجهات مع التوجهات العامة فممكن أن تكون حكومة باغية مثلا أنه تدير شيء لمرتطب السياسة النقدية ويجي بانك الوالي بانك المغرب يقول له من الله أنا أنا أمشي ضد العكس ضد الطيار وعلى حسن ما فهمت واتبعت من الصحفة كان هناك اجتماع ربما اجتماع الذي ظهر أول من رفعه السيد والي بانك المغرب اللحية كان مع رئيس الحكومة ولا شك أن هذا الاجتماع كان جقبل اللقاء اللي يرفع فيه النسبة المديرية للمرة الثالثة بسردها ثلاثة في المئة ولا شك أنهم تذكروا في الأمور اللي هي مرتطة بالتوجهات العامة السياسية والاستدلالية ديال الرقم الاستدلالي وأيضا ديال التضخم وأيضا ديال مستوى العيش ديال الساكينة والقرار اللي كان غaser ياخده ولك بانك المغرب وأيضا بنك المغرب رام فيه ثلاثة ديال المجلس اداري دياله ثلاثة ديال الناس فيه جايين من مقترحين من طرف ولي بنك المغرب وثلاثة خرين جايين مقترحين من طرف رئيس الحكومة ممانا راهم ديرين توزن في المجلس ولكن يبقى ولبنك المغرب اللي ما جاي منطاره في حد وهذاك هو الذي عموما يقرر لابن تلو ثلاثة ثلاثة سهو الذي إذن الأمور تتمر بها فغير باش نوضعه له هداف الإطار النقاش لأنه واحد مجموعة اليوم يتضمرون بالفعل هذا النقاش اللي فيه بعض التعارضات فإذننا نمشي مباشرة للحديث عن بعض المختصارات التدخل اختلاف الآطار القدرة الشرائية اختلاف الآطار باختلاف المؤسسات والأفراد والقطاعات ممكنش نجيو نقوله ارتفاع ديال الأسعار را كل شي تتضرر منه لأنه كان لتي يستفد وغادي نعطي أرقام لأولئك الذين استفادوا في هذا الفترة ديال 2022 بينما الفئة المجتمعية الكبرى لم تستفد هناك خصوصية التدخم المغربي التدخم المغربي جا مأخر بحالي لجا تابع التدخم الغربي جا التدخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصلنا لسبعات منها جا تدخم في البلدان للاتحاد الأوروبي ونبقنا شوية مأخرين لأنه إلا لحته في يونيو 22 إلا لحته في الربع الأول من 2021 يعني هنا كان تدخم سلبي ناقص ثلاثة في الربع في التريمس الأول ديال 2021 ناقص ثلاثة انتقل بعد خمسة ديال اللي تريمس الربع الأربع الفوصل إلا بعد خمسة ديال الفوصل اللي تريمس تولى زائد ثمانية بمعنى كين تأخر في البداية ولكن من جا نجب بطريقة اللي هي الواترة ديالها سريعة جدا وبالتالي كانت الأطر دياله وخيمة وياللي غنتكلمو على البعض فإلا من بعض الأسباب اللي تتعرفوها كاملين الأسباب السبب ديال الطلب كان كوفيد كان هناك عدم انتعاش خرج كوفيد كل شيء كل شيء زاد بمعنى أنه كل شيء رفع الطلب دياله وحي المجموعة ديال الأمور اللي كان إذن محيط الطلب موضوعيا هو مؤثر في الارتفاع ديال الأسعار لكن الملاحظة اللي عندي أنا ده بادي دي مش غير الخصوصيات أما ما الحمد لله اللي هو معروف ما ديش ندخل التفاصيل دياله الملاحظات هي أنه إذا نظرنا إلى مساهمة ديال العناصر الطلب وإن كان الطلب في حد دياله مؤثر على ارتفاع الأسعار ولكن لجينا المساهمة ديال العناصر ديال الطلب في النمو كما هو موضح أمامكم في هاد في هاد السلايد في هاد الشفافة هاد نمكن نقوله على أنه كان هناك أثر للنمو أنتم تشوفوا النمو لحقات الحكومة الأخيرة ديال الدكتور العتماني زائد 7.9 في 2012 الحكومة في سنتها الأولى ديال خنوش زائد 1.6 في 3 فقط لكن ما يلاحظ هو أن ما يستدل به بكم الطلب هو اللي رفع من نسبة ديال الأسعار غير صحيح لأنه هناك تشوفوا الأطر ديال الطلب 12.4 نقطة على هاد النتيج لكن من تنجيون تشوفوا الربع الأول الاخير ديال 22 هذا هو المعطى الإحصائي اللي عندنا مع النشر الربع الأول ديال 23 هاد يلقوه ناقص 1.9 وإلى جين الاستثمار هاد هو نوع من الطلب ناقص 3.9 إلى آخره بمعنى أنه اليوم في البداية كان بالإمكان أننا نقوله عناصر الطلب هي اللي أدت إلى أرفع الأسعار لكن اليوم هذا الاستدلال لم يعد قائما بمعنى أننا نعود نعود النظر يقال لنا أن هناك تدخم مستورد في البداية أنتم ما شفتوا الكلام الحكومي أنه التدخم رميش ديالنا هذا هذا غير جبناء لأنه الأسعار غالية على براء نحن جبناء هذا هو ما يعرف بالتدخم المستورد لأننا نستورده إذن جبناء التدخم على براء لأن الأسعار على براء غالية فإذا كنا نعترف بأن جل الأسعار الخارجية بالفعل ديال المنتجات الأساسية ارتفعت هذا ممكن تشوي واحد إيجادل فيه لكن خصنا نعترفه أيضا بأن هناك خلل وبروز اختلالة في سلاسل ديال الإمداد والتوزيع والإنتاج العالمية إذن الإشكال في التدبير هناك أيضا بالنسبة لي نتحفظ كبير قبل أن نجزيم بأن التدخم المستورد هو أساس التدخم بالمغرب مما يسائلنا على الحجم ديال الميزان التجاري الاستيراد والتصدير على المنتجات المستوردة والمصدرة أنا أعطيكم بعض الأرقام باش تعرفوا الميزان التجاري ديالنا باش إلا كنا نقوله عندنا تدخم مستورد خاص الطاغي فيه والغالب فيه يكون ما نستورده ما نستورده هو الذي يؤثر في الأسعار إذا جينا نشوفوا الجدوى الأمامكم أولا ملاحظة الأولى هو الواردة ديال 22 إذا قررناها مع الآخر ديال الربع 22 ستلقوا بأن الأطر ديال الواردة كان زائد 25 في الأسعار لكنه بدأ ينخفض إذا رحناه في مستوى ديالي انخفض بينما الصادرات عندها نفس الصادرات استفادت لأن الذي يقول تدخم مستورد يتحدث عن الاستيراد نعم لكن نصادراتنا أيضا استفادت من ارتفاع الأسعار استفادت بهذا 21.9% أمامكم بمعنى أنه من يتحدث عن التدخم والاستورد يجب بالنسبة للصافي أن يتحدث عن الصافي بمعنى هذ 25 نحيد منها 21.9% بشي نشوفوا الآثار نحن تنتظروا على الآثار إذن الأمور التي ارتفعت كثيرا هي المواد الطاقية أنتم ما تتشوفوا في الاستيراد أساسا لكن أيضا في الصادرات والذي ارتفع أيضا أساسا المواد المعدنية 66% 2022 لكن كان أمور للصادرات المغربية هي التي استفدت منها فارتفاع الأسعار المواد الخام النباتية والحيوانية للصادرات استفدت أكثر من الواردات فأنصاف المنتجات التي اليوم المغرب بدأت تتحرك فيها مزيان حتى نستفدنا بـ 56% في صادراتنا بمعنى دخلات الميزانية إذا نتحدث عن التدخل المستورة سننتحدث على الصافي وأنصاف المنتجات التي كانت تقريبا 31% مؤشر آخر رقمي لكي تعرفوا بأنه التدخل المستورة وإن كان في البداية ممكن نقول أنه سبب اليوم لم يعد سببا كافيا لتبرير هذه الزيادة التي كانت إذا جئنا نشوف القمح الليين يكتيب القمح الليين ها يناير 2021 تبعوا معايا 325 دولار في ماي طلع الـ 455 كانت تضخم لكنه في يناير 23 شوفوا ما حالوصل بمعنى أقل أقل مما كان في يناير 21 لكن هل انخفض سعر الدقيق الليين في السوق المغربية لا هانتوما هل قمح الليين كان زائد 3.9 في يناير زائد 4.7 اليوم زائد 5 في يناير 2023 دقيق القمح السوق كان زائد 8 بينما الأسعار الدولية تنخفض نحن في السوق الداخلية ما زال شي ترتفع تتبعوا هذا الأرقاب لا سنقدر ندخل في التفاصيل كل شي البصل الجاف هذا وعلى أي تحر زائد 10.3 لا تنستورد عموما البصل طماطم هذي نجل لأن هذه حالة اللي هذر عليها الجامعة وكانت فيها بلاغات ومراصلات الرئيس الحكومة سنعطي فيها بعض التفاصيل طماطم إلى آخذه إذن هذي زائد لحم البقار وغيره إذن إذا كان التضخم المستورد عنصرا من العناصر التي أثرت التضخم اليوم لم يعد ممكن أن نقول على أن هو الذي له كبير الأطار على التضخم على ارتفاع الأسعار لماذا حصل في المغرب الحرب الأوكرانية أثرت على العرض لكن أنا شخصيا كنت ألفت كتاب حول الحرب الأوكرانية الأخيرة وصلت إلى خلاصة بالفعل الاقتصاد عندما بدأ الحرب الأوكرانية كان الاقتصاد بدأ في الانحضار الولايات المتحدة الأمريكية في النموذ لها ثم أيضا الدول الاتحاد الأوروبي وعند مؤشرات التي تتوقع على أنه صندوق النقد الدولي توقع لأن الاقتصاد الأمريكي لا يدير غير 4% النمو في 2023 ويجد يرجو فصيل 6-23 بمعنى أنه التوقعات لإنهاك الاقتصاد الأوروبية كان مباشرة بعد السنة للخروج من الكوفيد لا يمكن أن نقول أن الحرب في حدي ذاتها عنصر رئيسي وأساس بينما الدول الأفريقية وبعض دول الشرق الأوسط 50% يستوردون الحبوب من أوكرانيا ومن روسيا تدجي إذن أكيد أنهم تأثروا كثيرا لكن أنا بحكم أنني اقتصادي سنين نجيب الأمور التي هي إيجابية كان ممكن المغرب أنه يستفيد من الفرص التي جبتها الحرب عوض أن نقول أن الحرب كانت فقط مؤثر سي ربيع الأسعار وهذه الاستفادة كانت ممكن تعويض بعض الشركات الروسية والشركات الأوكرانية التي كانت تتعامل مع الاتحاد الأوروبي ونأخذ بلصتها كان ممكن نحول المقرات بعض الشركات كما دارت بعض الشركات التي تكون تعرف عن كيفية تمتيد سوميتوم اليابانية التي هي في المجال السيارة وأيضا الشركة سكودا التي اخذت في الفرع ديالها هنا أيضا في الشمال حولت الفرع ديالها الانتاج اللي كان في أوكرانيا إلى آخر فإذن هذه فرص كان ممكن أن يستفيد منها المغرب وكان ممكن أنه يستفيد في الجانب الطاقين لأن موسكو عرضات على أنه تكون طرف في دياله القازو اللي سيزمن أفريقيا من نيجيريا إذن كانت واحدة الاستفادات وهي فرص ممكن المغرب يستفيد منها لكن وللأسف لم يستفيد حتى سمعنا أنتم ما شتوهد الخمسطاشر يوم شي بواخر تجيب شوية ديال البترول تجيب شوية ديال البترول والغاز وشي واحد معروف راه البار حدخل واحدة تلاتين ألف طن من الغاز الروسي البترول والغاز الروسي وراه كراء الخزائن ديال السامير بشي يديرو فيها وهنتم معارقين بغضيش السياسة المباشرة ثم تتعرف الشخص اللي استورد وتتعرف أن الحكومة كانت تدقل مفرصها ولو بينما الشخص قريب جدا من المحيط الحكومي اللي لم يكن طرفا فاعلا فيه من حيث التدبير المالي إلى آخر وبتالي الأمور ديال بدأت تبان حتى قالوا دير ستكون للجناة ربما المعارضة دير طلب للجناة لتقصي الحقائق عدبا هذا الباطو جاء وعدبا هذا الأخر من دير الأمور فأقولت أنا ما نحاول الشيء اللي هو سياسي ديريكت من ما ندخل فيه المناخ أكيد أنه أثار ممكن نقول الجافاف ديال السنة اللي ما أضطر على الأسعار موجة البرد شيئا ما ما يمكن جدي وزيرة لتتدبر القطع المالي وتقول لك والدموجة البرد التي أثرت في الأسعار ما يمكن تقول أنها كان عند نسبة الجوش 3% إلى آخر نحن متفقين ولكن يمكن تقول نقص عدد الأبقار بالفعل هذا حاصل نظرا للجافاف ونظرا أيضا لأن العديد لم يلقح في الحمل الكوفيد وبالتالي لم يلقح يخرج للسوق وبالتالي كان الخصاص على هذا تشوف كل يوم نوع الجديد البقر الجاموس الحكومي الذي سيضخل والذي سنطر أن نتعامل معه لأن برازيل تتلقى الأسعار المنخفضة جدا وحسب تتبعي أن برازيل الربعة أو خمسة دول قررت أن تقاطع الاستيراد في فترة معينة الأبقار وبدأ فائد كبير في البرازيل إذن لا يمكن بس أنه يستهد التوضيحات المختلف الهيئات الحمد لله ما معنا الدكاتيرا والذي ما متبعين الموضوع يزيد إذا أريد أن يفصل في هذا فإذن أنا تنقول في هذا الإشكال المناخ والأطر على التدخب فيه إشكال سوء تدبير الأولويات الاستهلاكية الداخلية والخارجية للتصدير إذن لا يشكال عموما في العرض بقدر ما هو في سوء تدبير الأولويات ما نوجهه للاستهلاك المحلي ونوجهه للتصدير هذا النموذج غير سنعطيها هو الجدول أمامكم من بعد نعمه ولكن أعطيكم غير بعض الإشارات إذا كان هناك إشكال في العرض لا يريد أن يكون في السوق الداخلي يريد أن يكون تصدير لكن إذا لحت في الفترة الأخيرة الإحصائية ما مدرتها في 2022 أن متوفرة ولكن ليست رسمية فما يمكن هذا يتعمى لا يريد أن ننذرها فإذا ترى البطاطس كنت نسوق في 2012 في 18,000 طن ونحن في 41 ونحن في 50,000 طن ونحن عندك النقص ونحن الصغر في خصاص العرب يمكن أن تضرب في 5 تصدير من مثلا الطماطم 444 ألف طن في 2012 630 ألف طن في 2021 بمعنى كيف يكون العرض للتصدير موجود ولكن كيف يكون العرض للسوق الداخلية هذا في إشكال إذن هنا المسألة لا ترتبط أساسا بالمعروض بقدر ما تتعلق بتدبير والتصرف في الطريقة للتدبير هذا المعروض والاستفادة منه للتصدير عوض الاستفادة منه للسوق الداخلية لكي الأسعار تبقى في المهدل الأثر النقضي على التضخم هذا غير سنشير له والذي تبقى تقني من تيطح الدرهم مع الدولار لكي نكون موضوعيين تتأثر الصوق لكي ندخله مباشرة تنجيب مثلا الصادرات بالدولار الدولار كانت يسوى في يناير 2022 تسعود درهم و30 تقريبا والتي سوى في أكتوبر 2022 تقريبا 11 درهم وهبط حوالي 10.27 فالتقدير ديالي اللي درت من خلاله زيادة درهم واحد في الصرف غير في الصرف تعني ارتفاح من الواردات بالدولار بالتسع من الواردات ولكن أيضا ما هو إيجابي هو أن ناحة الصادرات تنصدر بالدولار تنزيد التقدير اللي درت هو الصافي الميزان التجاري في التغيير الأطار النقد على التدخم وحدود خسرات 14 مليا خسرنا 30 في الواردات ولكن ربحنا 20 في الصادرات وحدة 14 لأن في هذه الرزاير وغيرها في حدود 14 فإذا هذا المعطى دولار النقدي والسعر الصرف ممكن أننا نعتبره عنصر لكن في حدود هذا المبلغ الذي قدرته من خلال المعطاية ديال الاستيراد اللي عندي والتصدير التعدد الوسطى هذا الكل يتحدث عنه الكل يتحدث عنه تعدد وسط المضاربة والأطراع للتضخم لكن لا أريد كل شيء الحمد لله واضح لكن ما نريد أن نشير له هو السحب الكميات من أجل الاحتكار كانت أساسا في المواد الغدائية من هالبصل المجموعة والجزء الكبير منه حيّدوهم السوق الذي تسنو به العيد الكبير ليس تلعيد صغير تسنو به العيد الكبير وليس يطلع السعر لما الحكومة قننت تصدير الطماطم بعد الهضراء وستطاع وشحال قد تتسنى قالت اودي الطماطم والبطاطي سنقل السوق التصدير نضع المجموعة المصدرين خرجوا الكمية التي يمشي للسوق الوطنية حيّدوها لأنها تمشي للتصدير وانتوما شفتوا وردت لوائح ولكن أيضا تدخل الهيئات المنتجين المصدرين التي تقول الرئيس الحكومة لما هذا منكر لدينا التزامات مع الخارج مع الاتحاد الأوروبي لنصدر هذا وقفتنا إلى آخر فهذا موضوع إشكالي أنتم كنقابة أنا أريد أن تحرروا فيه الكلام بالمفهوم واش المنتج بالفعل اليوم هو اللي صائب في الكلام ديالو ولا المصدر هو اللي صائب فيما يقول وما دخلوا هؤلاء السماصرة هذا هو السؤال اليوم اللي متروح باش هاد السوق ديالننا بالفعل تكون ضوابط هنجد الضوابط لكن أنا أعطيكم معطاء وأضعه بين أيديكم ما نفصل فيه لأننا نحاول نفهمه ما قدرت نفهمه رسالة وجهة المنتجين لرئيس الحكومية يوم 31 هذا الأسبوع اللي مضى الرئيس الحكومة تشكيوا عليه تقولوا بأنه سعر الطماطم منذ بداية الحملة تسويق يعني من شوتنبر أكتابر في السوق الوطني لم يتعدى 1.68 كيلوغرا كيلوغرا من الكيلو تقولوا أنا ما هاد مكتوب ما عارف كيفاش نحل بينما التكلفة تقولوا هما يثلاثة دراهم أص ربعا دراهم تنهضروا على الطماطم المستديرة هاد شي فرما مكرية في الجهة ديالسوس هدوما المعطيات وتقول لك أنه كان 3.5 4 قبل كوفيد السعر دراهم دراهم 5 دراهم وغير لنصف 5 دراهم تقريبا تكلفة الانتاج وتقول لك أنهم يبيعون بخسارة إذا شخص يمكن أن يشرح 13 دراهم و12 في السوق إشكال المضاربين الوسطى هما تقول هذا التجمع المنتجين ومصدرين أن المضاربين الوسطى تربحوا 3 إلى 4 ديال الأضعاء ما يحصل عليه المنتجون فإذا هذا معطيات اللي هي في الهيكلية التنظيمية ديال السوق واللي هي اللي غادي يكون عندها أطر يعني لكان بالفعل هما يقول ونصدقهم أن سعر الانتاشر بعد ديال من 4 5 ويوصل 5 من زي تغلق هذه توصل 6 ديال سبعة للسوق لا الآن رحنا 12 ديال 18 19 20 ديال من هذه البصلارة 12 13 وصلت 16 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 بعض المناطق ولكن تنهضر دابع على سوق على أي حال التي تبشيها غالب المواطنين راها حي متوسط مشيتها حي شعبية راها 18 فإذا هذه الأسعار تتطلب من ناعدك شينا نجي نهضر عليها في الحلول بعض الأرقام تتقول عندما تكون السنة فيلاحية بمعنى تقريبا 75 مليون تنطار النمو يزداد بنقطة ونص وينخفض التضخم بنقطة تربط النمو بالتضخم ينخفض بنقطة وإذا كان الطلب الخارجي مرتفع تنزيد نقطة في النمو وإذا نخفض سعر المحروقات تنقل صوت التضخم بنقطة قلصنا سعر المحروقات إلى أسعار ما كانت قبل التحرير إلى أسعار معقولة ترجع التضخم بنقطة 6.6 يكون غير 5.6 لو قلصنا سعر المحروقات لمشي كل شي يستعمل المحروقات على أي تحال الآثار الإقتصادية الميزانية لا ندخل في التفاصيل لكن قدرت الحكومة الآثار 21 25 لكنها كانت 38 40 مليار المقاصة في الميزانية 68 دولار البرميل في 2022 و 450 دولار للطن 16 مليار في 2022 وصلنا إلى 42 لا تعرف الحكومة كيف تتدبر الأمور دون و جابت تنظيمية و دووزة الزيادة دون أن يكون هناك قانون تعديلي للميزانية ربما الدكتور يزيد في هذا الموضوع الآثار تدخم على المواطنين هو آثار سلبي على الطبقات الضعيفة والوسطى أكبر من الآثار على الفئات التي هي غنية نحن نقسم هذه الفئات إلى عشرة المندوبية السامية التي تخطئ تتقسم الفئات المواطنين إلى عشرة من د هما الأفقر إلى د بمعنا من الفقر و عشرة د إلى عشرة في المية عشرة 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 فمثلا أن هذا الآثار مختلف النقل يمثل عند الفئات الضعيفة 3% في الميزانية والغداء يمثل 49% لما نصف السلة للإنسان الفقر و المكلة بينما هذا النقل الذي 3% عند الأغنى تمثل عشرة في المية والغداء لا يمثل إلا 23% حتى الأغنية تأكل بزر لماذا لأن هذا النسب لا تدفق 18% 15% 9% في بعض الدول الغداء السلة الغدائية في الميزانية ولكن قارنه 23% مع 49% مثلا في هذا النقل في هذا النقل يوجد فوارق أنا أريد أن أخبر أمور عموما لا تدفق فهذا لأن فوارق إذا كان الفقير 90% المصاريف النقل للأغنية يذهب لك كيف يذهب للتراثب 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 لا يذهب لشراء السيارات بمعنى لتراثب للتراثب لتراثب 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 للتراثب للتراثب ولكن تراثب الأمر أخرى بينما حصة 29% تذهب للنقل العمومي بالنسبة للطبقات الدنيا تراثب الميزانية للطبقة الدنيا تراثب للنقل النصف يذهب للمكلا والتراثب 9% يذهب لها سوء تدبير الدعم في صندوق المقاصة الأغنيات يقومون الدبل للفقراء لكي يدخلوا في التفاصيل وهذا رغم أن الأغنية من حيث الكمية وليس النسبة يستهلكون أكثر ونعطيكم بغير نموذج وشورج التفاصيل تديروا الدعم المزود جيد هذا الطبقة المتوسطة ما لديه؟ لديه لاغونا أو هذا الطنوبي الذي نصنعه في المغرب يستهلك ماذا سيقومون إذا تدعموه ولكن ما لديه ثلاثة كات كل واحدة 18-20 الخيل البوطات يستهلك في الشهر هذا الغاني عنده حدى الحمام وسبعة الجرداء وثلاثة من عرف لاش واربعة من عشرات يلبوطة فضاء تأتي الكاميو وتأتي ليفريه إذا هذا ما استفدتك من ذلك الله إذا وخاكي المقاصة الذي يستفيد منها ما يشيه هو سوء التدبير ونأتي رجع لهذا سوء التدبير أنا درت وكي أن اختلاف التضخم واختلاف المدن الناس يسكني في العيون أنتم عاربين أفضل الغلا ما كان شبحة اللي كان في بن منلال الحسيمة سبعة فاصلة ستة أقديرت هي محضوظة لأن هول منتوجة الفلاحية عموما هي المكونة السلة إذا السوس هي المركز للإنتاج الفلاحي عموما فإذا أقدير العيون بقينا بتضخم بن منلال الحسيمة سبعة ستة متوسط ستة ندرت غير ترجح الحالة الشخصية لأن ممكن أن تدخل السابق ونقترح عليكم كما تدخلوا الموقع المدنوبية السامية ونقتروا هذا حالة أثرت عليكم شخصية ندخلوا ندخلوا يبالي أنا في طبقة دي سيس دي سيس دي سيس دي سيس بمعنى ما رانيش فقير وما رانيش غنيف الفئال لماذا حسب التأثير دي ها هو أنا أنا ننصحكم ننصحكم اقترح عليكم ديروا هذه المحاولة ودخلوا عندهم تطبيق اللي تسمحكم تعرفون شخصيا ما أثرته لكي تعرف أنت دي سيس هذا 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 فترول ها 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 هي آثار التضخم على المواطنين لا أعطيه الدكتور أو يعطيه الأرقام كل شيء متوفر مؤشر التقاء كل شيء لكن أنا غير نجيب لكم هذا المعطل اللي هو هنا باش تعرفوا أن كين خلل المغرب صنف من طرف واحد الكابيني هينلي بارتنرس بأنهم بين فيه أكبر عدد الأغنية في أفريقيا من خمسة الأوائل في أفريقيا وتزادوا الأغنية عندنا بـ 28% إلى العشر سنوات الأخيرة تزادوا في بلد اللي تتعرفوا أه أه الدول الأولى اللي قبل منا أفريقيا الجنوبية مصر معروف والدولة الأخرى هي نيجيريا لأنه الغاز و وكينيا كينيا دولة صعيدة أفريقيا لكن نقبل لنا النتائج لماذا نقبل لنتائج الدول الأخرى لأنهما خلال عشر سنوات في أفريقيا الجنوبية نقصوا عندهم عدد الأغنية بناقص 21% في مصر في هذا الفترة عشر سنين لأنه الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية ناقص 25% نيجيريا ناقص 30% المغرب زائد 28% هو وكينيا على أي حال ظروفة واحدة من جموعة هذه المنتجات الباطنية اللي جعلتها على أنه بالفعل تبني نموذج تنموية التطور الذي الآن يمكن أن يكون بالنسبة للأفريقيين وكينيا وكينيا الأسعار الغالية والفقر هذا كل شيء مزيان بمعنى أنه تلفئة الغنية بناقصين الله يزيد كل واحد وكينيا الهدف هو ولكن كل شيء يكون لديه نفس الآن ما نزيره نزيره كاملين وإذا رخها الله إذا جاد الله جاد عمر كل شيء ولكن كينيا كان مزيانا من الملايين والفقر وفي مقابل شيء يخرج يخرج وأن إحصائية غير البارح جبتها لكم لكي تعرفوا المغرب تبعت 64 بورش في مارس سيارة بورش سيارة بورش في مارس وخلال ثلاثة أشهر الأولى تبعت 124 سيارة بورش هذا إحصائية الثلاثة بأبريل أجلتها قلت تقريبا للاستئنس للاستئنس مثل بورش راني تنظر على 60-70-80 هدف ذلك الصغارين خلل 230-140 وتباعوا وتباعوا بعض الأسعار بمعنى راح الخلل كاين السؤال يبقى مطرحا الحلول لا ندخلش في التفاصيل هذا الحلول هي مرتبة ذلك الستعجاري ليدرتي الحكومة ربما الدكتور يتكلم عليه لكن أنا غير سننطلق مع هذا المعطاء هي دعمات المكتب الكهرباء 5 مليار أعطت 42 مليار لصندوق المقص إشراءات التي تبقى بالنسبة لها عادية وتديرها كل حكومة لا تتبطى بهذه الحالة الاستثنائية لكن خرج الآخر رئيس الحكومة وقال أنه في رد له على الباب اس تقدموا الشراكة في رسالة ثلاثة أو الأربعية الآخر صرفت له باسم الحكومة وقال له صرف وعطينا 60 مليار أنا سجلت هذه صرف حكومة 60 مليار منها استثنائيا وإلا كما صرفتها كانت تضخم ستصل إلى 11% وعادة 6.6% هذا هو معتاجة من خلال مراسلة حزبية سأعطيها لكم سأقوم بالنسبة بالفعل هذا رئيس الحكومة إنسان طيب وصرف 60 مليار يكمل على خيره ويكمل على خيره وإذا تصرفه 40 مليار سأقول لكم من سأعطيها لكي تضخم يبقى حدود 3% لا تكون لديه آثار على الشعب نشريه ماطيشة بالمفهوم العامي نبقى ونشريه ماطيشة بثلاثة 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 لكي نبقى في هذه الحالة يجب أن نزيد 41 مليار سأقول لكم مين جات إذن المعالجة غير سنشر المعالجة معالجة الإطار السياسي إذن 8 تنبيه الحكومة لا يوجد كبدات إذا آخره تضارب المصالح وهالتضارب المصالح الذي مزيد فيه هو أنه ندب أن الرئيس للحكومة في شق من الاقتصاد الذي يؤثر على الأسعار بالزيادة لا يوجد مشكلة لأن الرئيس الفرنسي يضطر أن يفرد على شركة لتقال من الأسعار وقال لهم أرى لأنه لم ينقصوا من الأسعار سأقوم بإجراءة اللازمة لأنه يقوم بإجراءة أرباح على الشركات ومنها الشركة النفطية تضطر شركة ويقوم بإجراءة إلى آخره إذا تضطر في عام 2023 لكي لا يرغب أورو للتر من البنزين والقزوال وقال بلصة 200 دولار في السوق التزمت لرئيسة حكومتها وهكا بايدن قال في ثلاث صريحات يقولون باركة من الأرباح الفاحشة إذا لم تقلصوا من الأرباح الفاحشة لكم سأقوم بإجراءة هذا هو القمة الليبرالية ونحن هؤلاء يقولون لا المخصص لا يمكن من تقوم بإجراءة قمة الليبرالية وقلت لم يكن لديه رئيس الحكومة لماذا؟ لأنه يتضر مع رأسه كيف لا يتضع أفريقيا يقولون يكون لكم مشكلة لا هو يتضر مع رأسه رئيس الحكومة سيأخنوش مع رأس المال ديال الشركة اللي الأسعار البترول والغاز طالعين دياله ويقدر مع رأسه الحمد للله سيستجبر رأسه وانظر سيستجبر رأسه وغدية لا يحتاج وكان هذا عدم التحرك السريع ضعف التواصل والاقتصار على المعالجة الماكرو للتضخم عوض المقاربة التي تسمى مقاولة الإنتاجية المقاربة للمستهلك إذا لاحظته يأتي ويقولون تضخم زي 6.6% ولكن إذا كنت كمواطن ماذا تمشي؟ لديك ميزانية تدوز بها شهر لا أعرف لماذا تستطيع التجربة لأننا كاقتصادين أحساسي من دائما لدينا شيء مع رأسه لنرى لأنه يستطيع تسلب أو يستطيع أو يستطيع أو يستطيع أو يستطيع أو يستطيع أمور التي تستطيع تقرأ تتخلص للمدرسة لا يستطيع تتخلص الكراه للبنك التشاركي لنرى تقول السيدة قتلوا 300 درام التي كنا نخرج بها مثلا في السوق في يومين أو ثلاثة اليوم أولت 470 درام 480 درام بالحساب لأن تذهب في البسطان هذا لا يوجد شخص يقول لنرى أو يستطيع فإذاً من 3470 ستزيد في حدود في حدود 60% لا 60% أو 100% ستكون 300 درام إذاً سننظر على المعالجة 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 واختار وأخبر المعالجة المعالجة في الأطاقة جميع المعالجة لقد أردت مفتاح المعالجة أكبر أيضا مفتاح المعالجة مفتاح وهذا رأيش كان وهذا هو اللي خاصه يتعالج هذا هو حلول تشريعية وقانونية الدكتورة هو معنا إذا نتشي ديال القوانين ديال المجلس مولانا فسا ما عاد ندخلش تفاصيل ضبط سوق المحروقات أنا هنا غادي نشير واحد الإشارة هي ضرورة تقييم عملية التحرير حزب كان رئاسة الحكمة وحرر دازت فترة نحن نكون موضوعين مع نفسنا ونقيمه ما هي إيجابيتها ما هي سلبيتها من تأطر من استفاد وعودنا الرجع الحسابة تكن ضرورة من مراجعة الحساب أنا يبدو لهذا جميع الحكومات نحن ندير هذا شيء وإذا ما يشي الحكومات الأحزاب قرار تخطوك في واحد الفترة اليوم سنقيمه أنا تقول تقييم أنا ما عندي تقييم دابا لأنه ما قررتش باش ندير تقييم ما زال ما درتوش ولكن عندي معطيات لي ممكن نساعد فيها باش نعطي تقييم الكمي الحقيقي والأطر دياله ديال الزيادات على المواطن وعلى الشركات ليستفدوا الذين لم يستفيدوا وهذا قد يعطينا حل للمستقبل مراجعة مختلف مكوينة ديال السع ضبط نسبة الهوامش والأرباح ديال المتدخلين اتخذ قرار سياسي لإنهاء الإشكال للسامير للعملية التكرير هذا قرار سياسي وخيبغي يقولوا يراف المحاكمية يراف المحاكم ولكن إذا تقرر سياسيا أننا نحلوه غداغة تلقى البيب مفتوحي كين إشكال وضرورة المراجعة المختلف القوانين مرتبطة من المحروقات مراجعة اختلالة ثلاثل تسويق هذه الحرفة الوسائطية هذا ما عندك وشتودة الناتق بسم الحكومات يجيو تقول لك نحن هزين البيضاء أمام أمام هذه الوسطة وتتعرفوا هذه البلادي اللي بغت تخدم ضرورة اللي بغت تخدم وش لنحن ما نعرف هم شو الوسطة أما كينين شو اللي لا قرروا هذي القاوان في 24 ساعة يخرجونك كين كامل وإلا عافل 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 رسميا قال لك ودرا هذو قطع غير مهيكل الله غلب الحلول المرتبطة بالتدبير المباشر الآثر على المواطنين إذن أنا منسبة لي عندي أمر ومفصالي المتعلق مقاربة لإقتصام الناتج وهذا اقتصام الناتج ضروري في كل حل باش يستفيد الجامع من الطروات هذا من المقترحات التي فيها إنتاج سعير المرحلة الاستثنائية بأسعار مواد ضرورية الأكثر ارتفاعا تشو يقول لكم اليوم لا تحرير الأسعار مثلا المحروقات صافي هذا سد الباب أمام تحت سعير المرحلة الاستثنائية هل قانون المنافسة أمامكم لا تخل التفاصيل المادة ثلاثة يمكن إدارة أن تنظم الأسعار المادة ربعة تخذ تدابر مؤقتة ضد ارتفع أو انخفض فاحش في الأسعار تعلل هضور الاستثنائية هذا واقعنا ستشهور قابلة للتمديد العام ونحن غير الوقت لتضخم دير النهات والمادة خمسة بعض المنظمات الغرف المهنية بالتشاور مع الحكومة يمكن تقترح ويتطبق تحديد الأسعار نظرا للضرفية إذن لقول لكم بأنه القانون غير ممكن غير يزايد خارج القانون المنافسة هو هذا التدبير الآثار المباشرة على المواطنين أنا أقول التدبير الأمثل للمداخل الاستثنائية كان شيء أمور لما تتقال وليس يقول هناش هي أنه كانت مداخل الاستثنائية الضخمة خلال 2012 هذا يعني أنا أعطيت غير لبعض تحويلة مغاربة العالم وصلنا الأول مرة تنوصل 109 مليار درهم تنقل تحويلة المغاربة العالم تقول لك الله هذو كيف يستفيد منهم تقول 40% أسريا تقول الإعطائيات لكينا 40% يمشي في الجانب العاطفي الأسري وحاة تصفت الموب الأسرة هذا العم هذا 40% 190 بزيادة تقريبا 16% إلا درنا 40% اللي بشت الأسر هذه رجادة بشت تعاون الأخر هذه زيادة مداخل السياحة وصلنا 91 مليار زائد 57% الفوسفات الله مبارك 114 أونس في المياه 114 مليار درهم هذه نسبة الاستغلال هذه الأرباح نسبة الاستغلال الوسيبي انتقل 25 مليار 40 مليار المبيعة السيارة 111 مليار المداخل العادية موضوعي جبت المداخل تزاد 48 ها هي واش ما تقولوا شودي تزادت المداخل ولكن المصاريف تزادت ها هي تزادت المصاريف نظرا هذا الغلق على الميزانية 47 أنا بحكم أنني موضوعي قلت ودي هذا المداخل اللي هي هنا عادية 48 زدناها وصرفنا زيادة 47 مليار لا ننقصها لا نطلب منها وخاية 48 لا ننقص بيع فإذا من خلال هذه المعطيات موضوعيا واقتصاديا ورقميا استنتجت أنه يأخذنا من الربح الإضافي للفوسفاط 15 مليار من الربح الإضافي لا ننقص الربح 15 مليار وإذا تبعت وراء أعطى 10 هذا المليار للدرهم وهذه أنا شخصيا شابه البحث العلمي 30 مليار أنا قلت بحكم أن الشعب ستفيد من فقط غير البحث العلمي 15 مليار من الربح الإضافي يأتي شخصادي يقول لي لارا أو يأتي الستثمية سأخذ ونجعلهم من الربح لديه هنا ما الذي تزاد المداخل الجبائية التي فضل منها بعد ما خلصتهم أنا ندر ماذا خلصتهم 20 مليار الذي يعطي زيادة المقصة هيا هذا 20 مليار الذي تزاد المقصة من المداخل الإضافية ليس العادية حسبناها وماذا سنأخذها 17 مليار مما فضل من أن تزاد في المداخل الجبائية إلى 100 تغلال الأسعار 100 تغلال الأسعار التي تتربح ماذا تتربح تتربح في لاتيك الآن الضريبة على القيمة الداخلية على الاستهلال تتربح في الضريبة على القيمة المضافرة عند الاستيراد في الاستورتي ب100 دولار لا يقوم بحال استورتي ب50 لأن تتحدد الضريبة على المياه ليس على 50 وعاد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والضربة على القيمة على الاستيك الداخلية ما نعمل؟ لأنه تستهلك بزاف وتتخلص الضريبة على القيمة المضافة المواطنين تخلص لديهم مضافة جبائية إضافية إذن ناحية من 11 ومشينا المضافة الجبائية ومشيت ما أخر هذه 8 مليار هذا المضافة المضافة لا تدخل للميزانية الدولة لا تنجل الميزانية تصوت عليها إبراهيم لا هذا الميزانية اللوصبي سأخبر لنحاول لنحاول لنرفع العزب إلا فيما هو مرتبط بـ 8 و11 سيكون لديه لديه المقترح لديه بأرقام تم تدبير الأمثل لا نخدم التفاصيل وهذا فيه كلام لكن لخص تعرف هذا فيه كلام لأنه الأطر ومن تنخل للتدبير النقضي فيه نسب الفائدة يعني إذا بخار رفعنا من نسب الفائدة الثلاثة رهبقة سلبية إلا كانت تضخم 6.6 ونسبة الفائدة ثلاثة بمعنى لفلوس تضع منهم 6.6 ولكن تشت ثلاثة الفائدة باقي عندك 3.6 سلبية إذا لم نحن نزعم في حالة لتدبير لحد الآن على التدخل خاصة بنك المغرية مع السلطات النقدية كلها والسلطات الحكومية أن ترى هذا الموضوع لكن ما يريد أن نشير له هو ارتفاع حجم السيولة الكاش الكاش الصونة التربية الفائدة ترتفعت تقريبا 37 مليار درهم خلال هذه السنة ماذا يعني يعني أن الفلوس موجودة الفلوس موجودة من جاية لكم واسع النظر في التعبير بطريقة أو بطرق ولكن نرى كان 37 مليار إضافة 37 مليار إضافة الكاش هذا في وقت أن الودائع التي هي أطرم يعني أن تضع فلوسك على 6 شهور ولا لعام وتدع عليهم لانطيري هذا تقلص الناس لم يكن لديها تبعوا عدم اتقاء زائد البحث عن المداخل المجابهات تقول أننا هذا مجابهات العربية الاحتياط وحد يأتي يقول لا أعرف ما وصلت البصلاب لم أعرف سيأتي لعيد كبير قال لك يضرع لحول الربعة على 5000 درهم هذا الذي يشري في المتوسط الناس يقول أن يريد يكشيف وهذا معطى الذي يجب أن يدقق فيه ثم مقاربة شاملة والذي بالنسبة هي الأصل لأن هناك إشكال لمرضة التأمين للأمل الغدائدة مراجعة المخطط الأخضار للأمن الطاقي أساسا ناتش كل التي تنهضر عليه الأسامير وغيره الأسعار والوسطة ولكن هناك مرتبطة بالمنهجية نحن تنظر الاستثمار لكن لا يوجد مرضوضية تنظر النمو لكن ليس منتجا للشغل تنظر لحواج لتنصرف فيها ولكن لا أطر على القدرة الشرائية وعلى المواطن وبالتالي سندي مراجعة المقاربة لتحقيق النمو كان فيها مقترحات لا تدخل تفاصيلها إلا إذا طلقتم ذلك باش لأخت القبيلة ويعتدر تطلب من ينتظر من الوقت شكرا لك شكرا لكم على حسن الاستماع شكرا لكم شكرا لكم